بلا شك عالم جراحات السمنة عالم مثير للغاية لكن تبقى تحويل المسار أسئلتها أو الأسئلة حولها أسئلة مهمة جداً أولاً هي عملية لها قيم علمية كبيرة جداً تحويل المسار قيمتها العلمية ليست فقط إنقص الوزن هي عملية تعالج السكر من النوع الثاني وزي أي جراحات سمنة هي بتحسن مستوى ضغط الدم جداً وميتابوليك سندروم كلها بتحسنها يعني الدهون بتعود أو بعد تدريج إنقاص الوزن ترجع لمستوياتها الطبيعية تي حاجات قيمتها مهمة أوي بس حميل المسار في الأوسط الطبية لها بريق لأنها عملية تقنياً تحتاج إلى learning curve أعلى وكبير ودائماً يطلقون عليها في المراجع المقياس الزهبي أو الجولدن ستاندر طيب هو ليه بيقولوا عليها ده؟ سؤال مهم جداً ولمن تصلح له تحويل المسار وموضة العيان اللي بيختار العيانين بدأوا يتعاملوا مع الطب مش بس في جراحات سمنة ده في فروع طب كتير قوي على إنه سوبر ماركت فروع طب كتير في جراحات التجميل عايز أعمل كذا ومعملش كذا في السكر عندنا عايز أخد الدوة ده وما تدنيش الدوة ده في الضغط والنبي بلاش الدوة ده عشان ما لا ده كان بياخدوا فلان عندي وعمل في حاجات كتيرة في الطب بدأت ثقافة الناس فيها تختلف النهاردة عايز أفهم هذا المعنى طبعاً السؤال الأول لضيف العزيز السؤال دكتور كريم صبري يعني السؤال المهم جداً من تصلح له تحويل المسار؟ لماذا هي الجولدن ستاندر؟ كلمني عن تحويل المسار شايف في عينيك نظرة حب لهذه العملي في البداية اسمح لنا حياة حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل الحقيقة طبعاً تحويل المسار الماء ده يعني من العمليات القوية جداً في إنقاص الوزن القوية جداً في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة زي المجموات الأمراض بها بتاعة المتابوليكس الندروم اللي حيك قلت عليها وكمال يعني قوية على الأمد البعيد يعني في أنها تحافظ على أنها ما ترجعش الوزن تاني في منها طبعاً يعني أنا يمكن عملية تحويل المسار فيها أنواع كتيرة ويمكن الناس بتسمع عن أنواع كتيرة لتحويل المسار أنا يعني كنت ناوي النهار ده فعلاً أن أنا لقيت مقاسي من العمليات اللي هي تحويل المسار اللي هي مش تحويل المسار لقيت طبعاً مش كل الناس يصلح لهم عملية تحويل المسار في مجموعة منهم طبعاً ماينفعوا مش تحويل المسار وفي ناس طبعاً ينفع لهم ولازم يعملوا تحويل المسار قبل ما نكمل الحتة دي انت قلت جملة وانا اساسا يعني لما وجهنا لك الدعوة انا اعلم انك عندك ما شاء الله اللي هي بيسموها الغيرة على ناحية العلمية دي عادة الاكاديميين الاكاديميين كده تربينا من وحنا صغيرين لغاية لما كبرنا جدا على الغيرة على العلم فانا عارف ان دي موجودة فيك بشدة وعندك اللي هي ايه القوة واخد حتة اعلامية عظيمة جدا تعلمناها في الاعلام مش في الطب اللي انا هقول لي لا اعور انت اعور في عينه فقول لي ايه بقى الجملة دي انت قلتها وعافت هتقولها بعدين بس هي اثارتني جد ايه فكر القصة بتاعة حد يعمل عملية تحويل مصار وهي مش عملية تحويل مصار يعني مثلا انا شفت عملية اسمها القومي جلوب القومي جلوب يروج لها ان هي عملية تحويل مصار معدى مصار هي ليس بتحويل مصار معدى مصار القومي جلوب لانها طبعا بشتغل معظم يمكن اكتر حالاتي 60% اعادة اصلاح فشل الجراحات السامن من كل العالم يعني بيجينا حالات احنا بنصلحها يعني تكميم فيها مشكلة بصلحها تحويل فيها مشكلة بصلحها عملية تدبيس معدى بصلحها يعني شغلي معظمه 60% من الحالات بشتغل في عملات الاصلاح فمن اكتر الحاجات اللي فيها مقاسية عملية اسمها الأومي جلوب يروج لها ان هي عملية أومي جلوب هي عمكان تحويل مصار معدى مصغر ليه اسام كتيرة وممكن منعوا الاسم ده خلاص منعناه يعني تكتب عليها OAGB او تحويل المصار ذات الوصلة الوحدة اللي انا اسمه او تحويل مصار ما بقاش ميني عشان الناس حتى ما تمسكش في الاسم ده العملية يروج لها اللي هي الأومي جلوب هي في الاصل ليست تحويل مصار معدى مصغر بتدخل بقى على العين ده بتلاقي تدبيس معدى عادي وجزء من الأمعاء مثبت بالبوتش فوق ودي ليست تحويل مصار معدى مصغر ويقولك انا جاب ابحاثها هي تابعة الأومي جلوب الأومي جلوب دي اسم ليه تحويل مصار معدى الميني جسريك بيباس وليست العملية اللي هي ايه هدفها العملية دي وعين طبعا هو ما عندوش قدرة جراحية يعمل العملية ما عندوش قدرة مادية يعني يعمل العملية فعايز سعره قلعين طيب انا كجراح بقى عايز اعمل الأومي جلوب دي بقوم ده ضرب دبوس واحد بدباس اللي هي القديمة وغير مكلفة ويوم واخد جزء من الأمعاء زرعه في المعدة بتعمل ارتجاع مراري عنيف وتقعد تصلحها العين فعلا ما بتلحقوش لانه جاي يعني في يعمل العين تصلح ويدخل في وما تلحقوش فانا بحضر الناس يعني جدا من عملية اسمها الأومي جلوب وليس التحويل مصار المعدة المصغر اسمها كده هي طالعة كده اسمها كده يعمل بقى تحويل مصار المعدة المصغر ما تخافش لا اعمله ده اكريددد وده حاجات سرتفايد يعني في عملية لتحويل مصار المعدة الكليسيكي يعمله في برضو الجاش الكبير على الساسي او السينجل انا السموس جاستريك بايباس اللي هي السليف اللي هي البيباس هي احنا بنعملها هي لانتظر هي سناء التقسيم مفيش حاجة اسمها سناء التقسيم اوه يعني هو بقى في عرف الناس بيتقال هو ما فيش حاجة اسمها سناء التقسيم مفيش حاجة اسمها سناء التقسيم احنا اللي قلنا عليها كده يعني احنا اللي قلنا عليها كده لكن هي العملية هي تكميم عادية خالص وبنجيب جزء من الأمعاء بنثبته في التكميم وبالتالي يفترض طبييا يعني أو فيسيروجيا ان جزء من الاكل يعدي خلال المصار الطبيعي وجزء منه يعدي من التكميم خلال الواصلة ماينفعش ان احنا نروج ليها ان احنا ما تاخدش فيتامينز ما نحن يحطي ما فيش حاجة اسمها عملية تيربو او العملية يعني القوية او العملية الهايبريد ما فيش حاجة اسمها كده هي دي عملية من نوع من انواع تحويل المصار كل دي تسميات تلوجية احنا لسه العمالية دي مش كريدا لم يصرح به لم تعتمد اول حالة عملتها في عين شمس في 2016 ونشرت عليها بحث باسمي في 2016 ولكن بطريقة طبية اللي يدخل يعرف انه داخل العملية تحت الإجراء تمضي إقرار ان انت عامل عملية تجربية جديدة هي لم تضر ان شاء الله لكن احنا لسا نتيجة مش عارفين ايه السؤال العلمي اللي عليها حتى الان احنا مش قدرين ان احنا نديها يعني يعني زي رخصة او ان احنا نقرها يعني ان احنا مفيش حاجة تقدر تقيص قد ايه من الاكل هيعدي خلال الـ 12 وقد ايه من الاكل هيعدي خلال المصار الطبيعي لا تقدر تقيص دابل المنظار ولا تقدر تقيص دابل بتكنيشم سكان وما تقدرش تقيص الكلام ده ما لا يمكن قياسه لا يمكن ان احنا نقرر بي شروط اجراء العملية النفسي هي ايه تحويل المصار مافيش هي عملية تحويل المصار عملية سهلة جدا بسيطة جدا straight forward عملية بتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيرة ربما لا تتعدن لنص ساعة في بعض الحالات إقامة 12 ساعة في المستشفى أو أقل يعني وبيعود يوم أو يومين في المستشفى ويرجع لحياته الطبيعية بعد ذلك يمارس حياته الطبيعية بيمشي بقى الفترة الأولى على شوية عصير وزبادي وحاجات بسيطة كده عشر تيام ويكمل الشهر الأول على أكل بسيط ويرجع لحيات الطبيعية بعد شهر فهي عملية تجرب المنظر هي حاجة إجراء بسيط جدا ما فيش فرق ما بينها وبين التكميم كإجراء في العمليات ولا في الأكل ولا في الحاجة ما فيش أي اختلاف خالص هو بس إحنا أحيانا الناس اللي هي المريض السكر اللي عنده بنحب نعمله تحويل مصار الناس اللي فوق وزن 150 كيلو السيت اللي هي مش قادرة تعمش على مفصلها لو عملتها التكميم مش تخص أكتر تعمل تحويل مصار أكتر الناس اللي عندهم رتجاع في المريض يعمل لهم تحويل مصار كلاسيكي متعملش مصار مصار عشان ما يجلوش ارتجعين بقى مراري وحمد أنا قصدي أنه ربما يكون فيه دواعي احنا يمكن شايفين في الانيميشن دلوقتي عملية بسيطة خالص هي توصيل جزء من الأمعاء إلى المعدة بس طبعا دي اللي هي تحويل مصار المعدة المصغر دي لو أنا شفتها في الأشعة دي مش تبقى عملية مصبوطة عشان البوتش طبعا لازم البوتش أو المعدة تبقى طويلة ورفيع يعني مش هقل من 12-14 سنتي يعني أنا مش الميش دقيق بس دا يعني أنا ميش بيشرح لكم بس آه دا مش العالمي آه محدش بس كون فاهم خلفية طبية لكن الانيميشن دا يعتبر حاجة تسهيلية يعني لكن لكن طبعا تحويل مصار المعدة المصغر من العملية السيمبل جدا البسيطة اللي هي قوية في انقاص الوزن طبعا بتقل كمية الأكل بتقل متصاص سكرات ودون بنسبة قد تصل إلى 70% الجزء المعزول الناس طامن عليه جدا لان طبعا دا سوء المشهور جدا الجزء بقى المعزول من المعدة دا هيحصل فيه ايه ما حصلش فيه حاجة دا جزء عادي خالص بيفرز ويشتغل عادي جدا ولو عايز لأي سبب من الأسباب ترجع العملية الوضعات طبيعية الجزء دا عادي جدا وسليم جدا وطبيعي جدا لان احنا ما بنقدرش نوقفه بعقلنا يعني ليه لانه بيتحرك مع التشم مع الأكل بيفرز عادي جدا مفوش اي حاجة ودي تعتبر حاجة مميزة لتحكول المصار عن التكميم ان احنا لا يتم استقصال اي نوع من من الأمعاء او المعدة في عملية تحكول المصار يعني أمعاك زي ما هي المعدة زي ما هي الأمعاك زي ما هي ما فيش حاجة يتم استقصالها عشان كده يمكن إلغاءها يمكن ارجعها للوضع الطبيعي انت معددك في امان يعني ما فيهاش مشاكل وكوضع هرموني كمان عملية تحكول المصار 2 متر كاملين ملل الأمعاء الصويرة الجزء اللي بي متصل سكرية الدهون بالنسبة قد تصل لـ 70% دورة الأكل السريعة دي بيتخلي خلايا الـ L-Cyl دي خلايا ممكن الناس تبص عليها على الجوجل كده دي بتفرز هرمون اسمه GLP-1 ده صورة طبيبة على الحاجات اللي حيك يمكن الناس عارفها بتوعى السكر يعني دي الحاجات الانالوجس أو الحاجات المماثلة للGLP-1 هو العملية أصلا أوتوميتر كده أوتوميتر يعني بتنشر الدورة دورة الأكل السريعة بتخلي الخلايا دي تفرز هرمون G اللي بيحافظ خلايا بيحافظ خلايا البنكرياز خليه يفرز إنسولين كويس بصورة عالية بيقلل حاجة اسمها الموت المفاجئ للخلايا اللي هو الأبيبتوزيس خلي البنكرياز ينشط من جديد وبالتالي ده دور مهم جدا في علاج السكر وعادة المشاط السكر من نوع التاني طبعا أنا شايف حاجة بتأكد على السكر من نوع التاني السكر من نوع التاني أنا طبعا النقطة دي مهمة جدا برضو لأن العملية التحويل المسار هو بطبيعة الأمر إن السكر من نوع التاني هو الأكتر شيوعا وهو الأكتر شيوعا في 80% إلى 90% مرتبط بالسمنة المفرطة ودايما هو العيان اللي بيجينا عنده سمنة المفرطة بيكون عنده في معظم الناس عنده سكر غالبية الناس اللي عندهم سكر من نوع الأول أصلا نحاف ما بيعملوش عنوية فغالبا الناس اللي هي عندها سكر غالبا هيطلع من السكر من نوع التاني لأن 90% من الناس اللي هي المصابة بالسكر من نوع التاني عندهم سكر فالنقطة دي طبعا لازم تكون كلير والناس اللي هم سكرهم من نوع الأول عادة بيكون نحاف وسكرهم من ننزل صغر والبنكرياس أصلا مش شغال وبالتالي العملات دي ما بتبقاش مفيدة إلا في حالة واحدة وإحنا ممشوفهاش إن يكون السكر من نوع الأول معا شوية سمنة فربما تقلل جرات الإنسولين لكن مش هتعالج السكر نهاية هو طبعا هي التفريقة بيننا سكر نوع الأول والتاني لو معاهم سمنة مش تفريقة سهلة التفريقة عايزة محترفين لأنه في نوع في حالة ممكن السكر يبقى من نوع التاني لكن لاجأ الإنسان أو الدكتور إلى إعطاء المريض إنسولين لأن أدوية الفم مش فعالة معاه وده بيحصل من تيجي تسمي إن السكر وصل لمرحلة اسمها ريفراجتو ده بيتس خلاص السكر رافض للعلاك عمالة علجه بأدوية مش عايزة يستجي فبنلجأ الإنسولين العملية هتفيده جدا لأنه في الحالة دي هيحتاج إنسولين لا هيوقف إنسولين وهتلاقيه تدريجين سكر وبدأ يتعدل جدا لكن ليه الناس الناس والناس يحطوا تحتها خط لأنه ده كادره مش الناس أنا متوقع سويل آآآ طيب أنا هيسيب اكتجاب إن يعني الفكر نفسه هو الناس مش عارفة المعلومة ومش عايز تعمل عملية بناء على تعليمات دكتور البطنة وأنا بلوم علوم جدا يعني أنا بحبهم جدا لكن إحنا لازم نتقابل في مؤتمرات إحنا عندنا مؤتمرات للسمنة في مصر كتيرة ولازم نتقابل ولازم نعرف حاجة يعني إحنا عندنا أصلا واحدة السمنة اسمها واحدة جراحات السمنة وسكر الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر أستاذ جراحات السمنة والسكر هو ده شغل الميتابوليك سيرجري حاجة مش جديدة يعني الميتابوليك سيرجري هي عبارة عن جراحة خاصة بالسكر إحنا ليه بقى ما نعمليهاش في مصر صح كده؟ أو الناس ليه مش عايز تعملها في مصر ليه الدكاترة مش عايزين يقوله مش المرض على فكرة لأن المريض أصلا بيبتلي السايكل بتاعته من عنده دكتور البطنة ما بيبتليش من الواحده يعني هو دكتور البطنة بيقوله أنا أما ييجي العيان عايز يعمل عملية هو الدكتور بيقوله ما تعملش العملية هو ما فيش النهاء ومش موجود هو ما عندهش المعلومة وأنه العيان بيفاجئ الدكتور بالنتائج ما بعد إجراء العملية أن السكر طبعا يتحسن وما بقاش ياخد علاج وابتالى الأمور تبقى كويسة جدا وبيزعل جدا أنه ضيع وقت كبير أنه ما عملش العملية فلا يا صح تماما أنه نقول للعيان ما تعملش العملية دي يعني ده حاجة مش صحة مش مقتقبلة ومش مقتنع أنا أن حد ممكن في الـ 2020 و2021 لسه مش فاهم قيمة جراحات تحويل المسارة اللي تتعامل صح قوي لمرضى السكر لكن لازم نضع في الاعتبار أنه بيكون فيه خطوط تواصل واضحة ما بين عالم الجراحة وعالم البطنة في صورة كاملة أن يتقابل بالضبط بالضبط يتقابل في مائدة واحدة يعني ما فيش حد بيلغي شغل حد بحدش يقول بكرة أن مريض السكر مش هيتعقل خلاص بقى هيتختفي لا هيفضل فيه برضا سكر النوع الأول فيه برضا سكر من النوع الثاني عندهم نحافة أو مش بالسمنة اللي تحتاج أنها تتعامل لها جراحة يعني زي 10 كيلو مش محتاج هيقل في الوزن بسنتاع وهيمشي معك بأدويته وكل حاجة وحتى لو ما هو فيه متابوليك سندروم لسه مكمل معك فيها وممكن ضغطه لسه عالي شوية فهتكمله بدواء ضغط لسه اللي بد موجودة عالية شوية السمنة مشكلتها أنها تقع خلفها باب كبير جدا اسمه المرض الرافض للعلاج خليبه لكم كل البيبرز الموجودة في كل الكتب عن كلمة ريفراكتوري ريفراكتوري يعني مرض رافض للعلاج تديره الدواء مش عايز يستجيب مش عايز يتحسن يقع السمنة وراء السمنة يا جماعة بتقفل على المستقبلات بتاعة كل حاجة فتلاقي تبدي ده والضغط الضغط ما بيقلش ريفراكتوري فيه فيه حالات كده آه طبقا كثير أنا أقول حك مقاسي للسكر يعني أنا ممكن حالات كتيرة وبنعمل عليها ريسيرش يعني دلوقتي كمان الناس اللي عندهم فشل كلوي كوروين كوروين الفيلير وهو مريض سكر انتهى بيه الأمر إلى فشل كلوي بيزرع عايز يزرع يعني كلا وهو مش قادر يزرع كلا على الوزن ده بتعمله إيه اللازم بتعمله عملية تنزل بيها وزنه الأول وبعيكات يرجع يزرع وبعيكات يرجع على حياته الطبيعية طبقا تبيدي استيك من الأول إنه اتفصال الشباكية يعني أكثر الناس اللي عندهم سكر عنيف اللي شباكية انتهت أتمل فيه حاجات الفاتورة دفعت ولا انت عود أنا بتكلم في حاجات احنا دلوقتي المريض السكر اللي هو عنده سمنة مفرطة ده يعني مريض مسكين يعني ده لازم تكسر له السكر ده وهو ده الحاجة المتاحة الطبية المزبوطة الفعالة في العالم كله اعمل حاجة واجه بيها المرض هو السؤال بقى المهم أنا بقى كمريض سكر أنا هستفيد بالنسبة قد يعني أنا واقف في علاج سكر خالص ولا هقعد بقى يعني هستفيد اعمل عملية ما تبقى من احنا لا ما بنزرعش بنكرياس احنا بنعمل لك كل الحاجات اللي نقدر نعملها بسبيل ان احنا نعالج السكر ونعتمد على ما تبقى من وظائف البنكرياس هو البنكرياس من نوع السكر النوع التاني هو كان مصنع شغال بكفاءة عالي جدا عنده مناعة انسولين مش قادر يدخل السكر الخلايا بيفرز اكتر ابتدى ينهج احنا عايزين يشيل حمل عليه بقى خالص شيل السكر والدهون والسكريات والحاجات دي من عليه قل الامتصاص وقل الوزن قل المناعة الانسولين نشاطه بالليرومينات جي لبي وان اعمل كل الحاجات اللي في ايديك فعملنا يعني يمكن زي افالواشن كده العينين يتعلق بسن العيان بيتعلق بجرعات الانسولين اللي بيقودها بيتعلق بياس كفاءة البنكرياس السيبيبطايد والفاستنج انسولي ليفل والهوما كل الفحصات وكل البرامتر اللي تقيم وضع العيان ونقول لك بالضبط قد ايه ممكن تستفيد ممكن توقف علاج من تاني يوم ممكن تاخد لك شهرين ثلاثة ممكن توقف انسوليون تاخد قراس ففي برامتر الطبية يمكننا بيها تنبؤ يعني او نعرف قد ايه هتستفيد من السكر هتستفيد قد ايه السؤال مهم جدا تعال نسمع حالة تعال نسمع كلام العيان العيان بيتكلم لغة مختلفة لغة احنا حوارنا مع الدكتور كريم صبري حوار علمي رائع وراقي جدا وصريح جدا وفي مناطق معينة الحقيقة فيه جومة اللي بتتقال لأول مرة على شاشات العربية لكن يبقى المريض له منظور تاني بقى ما يهموش يا بقى ايش الكلام اللي احنا قلنا ده كله ده يهم المجتمع الطبي مجتمع الطبي لازم يفهم الكلام ده المريض بقى بيفهم حاجة تانية حلوة ومهمة بالنسبة له اللي هو ايه بالزبط ده اللي هنشوفوه نسمعه مع بعض في حوارنا الممتع المستمر مع ضيف العزيز الأساس دكتور كريم صبري لما روحت لدكتور كريم صبري قال ما هي المشاكل قلتوله بعاني من السكر والضغط وعندي جلطة في الجاي فالدكتور كريم صبري قرر يعمل لي عملية تحويل مصار كان وزني قبل العملية 160 الحمد لله بقيت 110 خسيت 50 كيلو بعد خمس شهور حوالي خمس شهور ونص من العملية والحمد لله بقيت كويسة وبقيت بعمشي وبتحرك وبخرج كنت بعاني كتير من السمنة كان عند الضغط وعند السكر وكان عند جلطة في الجلية والحمد لله بقيت كويسة وبتحرك وبروح وباجي بكل حتة بكل مكان والحمد لله بقيت كويسة ترجمة نانسي قنقر